أعزائي الطلاب والطالبات برحب فيكن جميعا بدرس جديد معكني الهان بوزان من قناة سواني ألمانية مع الهان والدرس الثاني ضمن سلسل كتابة وصياغة الرسالة بغيف شغايبن ونكشتالتن نبدأ مع بعض بدرس اليوم وطبعا مثل ما وعدكن وبناء أيضا على طلبكن في عندي اليوم بفيربونجس انشغايبن أو بفيربونجس شغايبن نفس الشي معناها رسالة تقدم لوظيفة أو طلب التقدم إلى وظيفة أو استمار التقدم إلى وظيفة أو لوظيفة نطلع بداية على أعلان الوظيفة في عندي هون كواليتات أو سوال كوندن فريندليشكايت طبعا هذا اسم وهمي حطيتم من عندي يقوم لأجل أو قائم لأجل الجودة الانتقاء حسن معاملة الزبون هو فرص التوظيف إذن كارييريشانس يعني فرص التوظيف منكمل هون نحن يسعدنا أن يسمح لنا أن نرحب بك كعضو ضمن مجموعاتنا الكبيرة أو ضمن مجتمعنا الكبير إذن هاي كانت مقدمة الإعلان وهلا بيجي عندي هون شو هو أو شو هي الوظيفة بالإضافة إلى إن كانت الوظيفة دوام جزئي أو دوام كلي أو مجرد عمل بسيط بنشوف عندي هون إذن لادن باكهيلفة مينليش فيبليش ان تايل سايد جزوخت إذن لادن باكهيلفة يعني مساعدة في الترتيب ضمن المتجر إذن لادن باكهيلفة إنك بتطلع بتشوف شو في شي نائس لازم تكمل شو في مواد غزائية خلصاني مدتها لازم تعطي خبر أو تبدلها بتطلع بالرفوف شو في شي فاضي لازم تعبي إلى آخره إذن هذا الشي بسمي لادن باكهيلفة عندي هون منليش فيبليش بس تشوف هاي الإشارة بهذا الشكل لما بتكون عبتبحث عن عمل يعني منليش فيبليش يعني هاي الوظيفة بياخدوا مننا إيناس وذكور وعندي هون إنتايلت سايت يعني دوام جزئي أو ممكن تشوف هون كمان فولت سايت يعني دوام كامل أو ممكن كمان تشوف ميني جوب ميني جوب يعني عمل صغير وظيفة صغيرة عمل بسيط خيار للتمديد إذن بفغستة يعني محدد أو لأجل محدد أو لمدة محددة في آنيا حتى العام مع الخيار مع خيار التمديد إذن فالنغاونج يعني التمديد شو عبي دورو هنن؟ عينن كواليفيزيتن وند أنجاجيتن متعبايتا إذن عبي دورو على عامل مؤهل وملتزم إذن عبي دورو على عامل أو موظف أو مساعد متعبايتا مؤهل كواليفيزيتن وند أنجاجيتن يعني مؤهل وملتزم بهذا المعنى منكمل هون في عندي هون العبارة التالية إذن هكذا تقوي حضرتك فريقنا يعني أنت هيك بتدعمنا هيك بتقوي فريقنا أو ممكن تشوف عبارة تانية مكتوبة باختصار يعني شو هي وظافك أو مهامك في عندي هون شو هي وظيفتي أو مهامتي نطلع هون على النقاط التالية بداية اوفلن فون واغة ونكنتغوليرن ديس مندست هالباكايتستاتم إذن عندي هون كلمة طويلة لا ترتعبوا منا هي اللغة الألمانية هيك دائما مبنية على الكلمات المركبة في كتير كلمات مركبة مع بعضا إذن مندست هالباكايتستاتم يعني انتهاء مدة الصلاحية إذن تعبئة البضاعة ومراقبة أو ضبط مراقبة ضبط انتهاء مدة الصلاحية إذن هاي أول وظيفة لألك إنك لازم دائما تعبي بضاعة وين في محلات فاضية تروح تكمل وبنفس الوقت لازم تنتبه على انتهاء مدة الصلاحية هذا الشيء لازم هذا الشيء أيضا من ضمن وظيفتك إذن مراقبة انتهاء مدة الصلاحية الوظيفة الثانية لألك في عندي هون معناها الحفاظ على نظافة منطقة الكسر إذن محل ما بتم الدفع مثل ما بتشوفه هون بألمانيا بكل زوبا ماركت في منطقة أو مكان للدفع بسميه كسر هاي المنطقة لازم دائما إنك تحافظ على نظافتها إذن هاي هي أحد وظائفك الثانية بننتقل للوظيفة الثالثة هون كومبتينت بغاتونج ونفويندليش أنشبغاخ فون كوندن يعني إنك تكون كفء لأنك تعطي مشورة للزبائن وتخاطبن بشكل ودي إذن هاي أيضا أحد وظائفك منكمل مع بعض نص الأعلان في عندي هون يعني شو اللي بيقنعنا شو اللي بيقنعنا لحتى نقبلك أنت بين قوسين عندي هون يعني ملفك الشخصي يعني ملفك الشخصي يعني ملفك الشخصي في عندي هون بداية يعني إنه يكون في عندك تدريب تجاري أو يكون في عندك خبرة مهنية في التجارة إذن إما أو مطلوب منك أحد هالشغلتين إنه يكونوا متوفرين عندك بالبروفيل طبعك في عندي تاني شرط هون إيا بروفيل المقصود كمان شو لازم يكون متوفر أيضا بشخصيتك في عندي هون فغويندليشكايت يعني لازم يكون في عندك ود يكون في عندك اسلوب ودي فغويندليشكايت وعندي هون كمان تيم فيشكايت تيم فيشكايت يعني إنك تقدر تشتغل ضمن فريق إذن يكون في عندك روح الجماعة روح العمل الجماعي تقدر إنك تشتغل ضمن فريق تيم فيشكايت إذن كل هاي الكلمات اللي عبتمر معنا هون هاي في صلب المستوى بيت سفاي لازم تكونوا بتعرفوهن بشكل كامل أو تتعلموهن من خلال هذا الشيء اللي عبتشرح لكم إياه بدرس اليوم وبالنسبة لجماعة البي أينس ممكن شوية تكون الكلمات تقيلة لكن إذا بتحفظوها بتتعلموها وبتكتبوا موضوع اليوم فأنا بضمن لكم علامة ممتازة جدا بالامتحان منكمل هون يعني الأمانة إذن مطلوب إنك تكون شخص أمين منكمل هون يعني الاستقلالية إنك تشتغل من حالك بدون ما حدا يجي كل شوي ويقلك ساوي هيك وعمل هيك يكون في عندك استقلالية بالعمل تقدر تشتغل من تلقاء نفسك وعندي هون أينزاتس فغويدة أينزاتس فغويدة إنك تهيئ نفسك لأنك تشتغل أي شي بنطلب منك بكل سرور وسعادة إذن أينزاتس فغويدة إنك تبدأ بسعادة تهيئ نفسك لكل شي بنطلب منك إنك تعمله بشكل وإنت مسرور وإنت سعيد بننتقل هون هلأ لا إذن شو نحن منقدم لك أو عندي هون بين قوسين يعني الإضافات القيمة المضافة شو بيطلع لك كمان مزايا أو إضافات لما رح تكون عامل عنا إذن في عندي هون أولا إذن بلاحظ هون إن دائما هون الشي اللي عبين كتب هو التكملة للجملة يعني يعني نحن نقدم مكان عمل أو وظيفة مضمونة إذن نحن نقدم وظيفة مضمونة هذا الشي يعني إنه مو بكرة رح يتركوك الشغل إنما مكان العمل هذا هون مضمون ما رح بكرة يأفلسوا ويسكروا هذا الشي المقصود هون من خلال هاي العبارة بننتقل للإضافة الثانية الموجودة عندهم يعني فريق متحمس و مساعد إذن قابل جاهز للمساعدة إذن فريق متحمس وفريق عنده قابلية جاهزية للمساعدة إذن يعني فريق قابل عنده جاهزية للمساعدة في عندي هون ثالثا يعني متابعة التعليم التخصصية أو الشخصية يعني لما بتشتغل عندهم بسمحولك إنه حتى تكمل دراستك التخصصية أو الشخصية في عندي هون رابعا ماركت فيا ونسفانسيش متابايتا غابات يعني خصم للعامل تبع الماركت 24 إذن في حال كنت عامل عندهم أو قبلوك إنك تشتغل عندهم فرح يطلع لك خصم على كل المواد الغذائية اللي رح تشتريه من عندهم وهي أيضا أحد الميزات أو أحد الشغلات اللي بيأدمو لك إياها بعد ما يقبلوك بهذا الشغل بنجي هون أخيرا في عندي إنترسة يعني اهتمام إنترسة فراجة سايشن مثل سؤال إنه عندك اهتمام مهتم بفيربنزيزيش أونلاين أنتا يعني أدم نفسك للوظيفة أونلاين أنتا إذن عن طريق شبكة الإنترنت أونلاين عن طريق هذا الموقع هون طبعا مجرد موقع وهمي أنا كتبته إذن هيك ما نكون انتهينا من نص الأعلان بشكل كامل الآن رح نبدأ بطرح أو كتابة أو قراءة الرسالة اللي كتبتلكم إياها اللي هي بفيربونج عندي هون بفيربونج أم أين أنشتيلونج ألس لادن باكهيلفة من لش فيبليش ان تايلت سايت إذن مثل ما علمتكن بالدرس الأول أول شي بتحط عنوانك أنا حاطت هون اسمي وعنوان وهمي إذن أول شي بتحط عنوانك الشارع اللي ساكن فيه رقم الشارع بوست لايت سال الرمز البريدي المدينة اللي ساكن فيها وبعدين عنوان لقلون اللي بدك تشتغل عندهم إذن مجرد عنوان وهمي هون أنا أو اسم وهمي وبعدين شارع كمان اسم الشارع وبعدين بتحط رقم الشارع وبعدين كمان بوست لايت سال وبعدين أيضا المكان المتواجدين فيه ممكن ما يكونوا متواجدين بنفس مدينتك ممكن يكون المكان الرئيسي لقلهم متواجد في مدينة تانية بتبعث البيفيربونج لعندن إذن بنطف سطر كمان هنا بعدين بنكتب هامبورغ مثلا المكان اللي عتكتب فيه انت الرسالة وبتحط بعدها مباشرة التاريخ إذن كتير بنتبه على ترك الفراغات متل ما علمتكن بالدرس الأول وقلت لكم ممكن حدا يقل لكم شي تاني لا تردوا على حدا وشتغلوا متل ما عم بعطيكن منطف هلأ سطر بعد التاريخ هوني ومنكتب البتغف الموضوع شو هو هدف الرسالة غاية الرسالة إذن عندي هون بفيربونج أم أين أنشتلونج ألس لادن باكهلفة منليش فيبليش انتايلت سايت إذن تقديم على وظيفة كلاادن باكهلفة لنا يعني مساعد في الترتيب ضمن المتجر إذن لادن باكهلفة مساعد في الترتيب ضمن المتجر شعرتك إنك ترتب بتعبي شو في محلات فاضية وهكذا عندي هون منليش فيبليش يعني الوظيفة ممكن يقبلوا ذكور أو إيناس إنتايلت سايت يعني دوام جزئي نبدأ الآن بنص الرسالة طبعا هون رجعت حطيت البتغف مرة تانية مشان تعرفوا وين وصلتوا لأنه ما فيني أحط الرسالة كلها ضمن صفحة واحدة حتى يكون الخط كبير وواضح للجميع ببلش هون كالعادي يعني حضرات السيدات والسادة إذن لما ما بيكون عندك اسم الشخص اللي بدك تبعتله بهالحالة بتحط هاي العبارة إذن فاصلة ومنبدأ بحرف صغير لا تنسوا هاي الشغلة نهائيا دائما ببدأ بحرف صغير لحد الآن تجيني بعض التعليقات إنه أستاذ متأكد إنه أبلش بحرف صغير إيه متأكد وبلش دائما بحرف صغير ونحن هيك منكتب الرسالة بألمانيا إذن بتبدأ الرسالة بحرف صغير نبدأ بقراءة طلب التقديم على العمل أو رسالة التقديم لوظيفة طبعا كتبت لكم رسالة تقيلة شوي يعني إذا بتكتبوها أكيد رح يقبلوكم بالشغل مباشرة طبعا هاي بس من باب الدعابة أو المزح كتبت لكم موضوع شوي تقيل لكن هذا الموضوع فيك تختصر منه بعض الشغلات إذا حسيت إنه في بعض الكلمات التقيلة عليك شوي حتى ضمن المستوى بيت سفاي فيك تختصرها أو تبدلها بشيء أسهل من هيك فيك تختصر بعض الجمل أيضا هذا شي رح أترك لكم يا لألكن وبالنسبة لجماعة البي أينس كمان فيك تقوم بشوية اختصارات في الموضوع في حال شفته تقيل عليك وإذا بتكتب هذا الموضوع ضمن الامتحان تبع البي أينس أو البي تسفاي فأنا بضمن لكم علامة أكتر من ممتازة إذا صالي فترة عبا اشتغل على هذا الموضوع عبا اكتب لكم يا لحتى يظهر بأفضل شكل ممكن طبعاً أنتو طلابي غالين عليك تير نبدعون حالا مع بات على الموضوع من الاجنة الآن تبعاباً من ترجم حالاً على الصفحة الرئيسية لوقالة العمل الأبتحادية يعني صفحة الـ Arbeitsamt أو الـ Job Center إذن على الصفحة الرئيسية لوكالة العمل الاتحادية صادفت أنا gestossen صادفت أنا عروض العمل أو فرص العمل إذن been gestossen يعني صادفت أو بما معناه أنه ارتطمت اتفشكلت مثل ما نقول نحن باللغة العربية أنه اتفشكلت فيها إذن على الصفحة الرئيسية لوكالة العمل الاتحادية صادفت أنا عروض العمل فرص العمل وأرغب حالاً مع هذا الكتاب أو مع هذه الرسالة أن أقدم على وظيفة لعدن باك هلفة متل ما شرحتها إن تايل سايت في دوام جزئي منكمل في عندي هون يعني بكل سرور أرغب أنا أن أقدم نفسي كدعم لمؤسستكم ننتقل هلا لتكملت الرسالة راح أقلب السلايد طبعاً لحظة يخاف كل شي راح يتفسر ويترجم في عندي هون منكمل هون يعني أنا كمتعلم كتاجر تجزئة كتاجر تجزئة طبعاً أنت هون فيك تبدله بالمهنة تبعيتك أو بالمهنة تبعيتك مع الانتباه للتصريف إذا مذكر هون إذا الاسم هون مؤنس فقط إذن أي تبديل بتعملوه بالنص لازم تنتبهوا على التصريف إذن أنا كمتعلم كتاجر تجزئة أكون متعود على أسلوب العمل أعبايتس فيزر أسلوب العمل المستقل مثل ما شرحتني شوي يعني كيف العمل المستقل أنك تشتغل من تلقاء نفسك بدون ما حدا يقل لك عمال هيك أو ساوي هيك إذن متعود على أسلوب العمل المستقل إذن بالمثل كمان مثل العمل في الفريق إذن كمان أنت متعود مو بس أنك تشتغل بشكل مستقل أسلوب العمل المستقل بل أيضا العمل في الفريق يعني مثل ما شرحتني شوي يكون في عندك روح الجماعة منكمل هون نيبن بريتسيزيون ونزو كفلت وارن كوندن بيراتون يعني بجانب الدقة والعناية أو الاهتمام كان تقديم النصيحة للزبائن أو المشورة للزبائن كذلك مراقبة المخزون جزء لا يتجزأ من عملي أو من نشاطي إذن بالإضافة إلى الدقة والعناية أو الاهتمام كانت تقديم المشورة أو النصيحة للزبائن كذلك مراقبة المخزون كانت جزء لا يتجزأ من نشاطي أو من عملي إذن لاحظوا أنه عم نحاول نغطي الشغلات المسكورة بنص الأعلان أو الوظيفة اللي بيلاحظ أو بيشوف أنه هاي الجملة الصعبة عليه شوي من ما عندهون نيبن فيك تختصرها وتشيلها من الموضوع بالنسبة لجماعة البي أينس وبالنسبة لجماعة البي تسفاي معلش وجع راسك فيها شوي وحاول أنك هيك تحاول تفهمها باللغة الألمانية أكتر وتكتبها عندك ضمن الموضوع منكمل هون من ترجم لأني أنا قبل اشتغلت أو عملت تدريب عملي لشهر واحد في مؤسسة للتجارة بالتجزئة فأنا قدرت أني أجمع زملن كونت يعني أجمع بعض أينج إفاعungen بعض الخبرات في واغنفغويمونج واغنفغويمونج كمان يعني توزيع البضاعة ترتيب البضاعة منكمل هون بكل سرور أو بسعادة أتطلع بسعادة لمجالات العمل عبايتس فيلدن مجالات العمل والمواضيع الجديدة نوين عبايتس فيلدن ونتيمن إذن وأتطلع بسعادة لمجالات العمل الجديدة لمجالات العمل والمواضيع الجديدة إذن عندي هون الفعل انت جيغن زين يعني يتطلع عندي هون فعل منقسم تغنباغس فيب طبعا أنا مالي هلا بصدد شرح القواعد لكن مجرد توضيح صغير إذن بهذا الشكل بكون هون ترجمتلكون هذا الشي بشكل كامل وواضح منكمل نص الرسالة هون لأن بغايتشافت زفاليسيشكايت و ايجن انيسياتيو كنن سي باي مي ايبن زو فوراوس ستسن و اي فرون ديش افتريتن زيل شتريب و شو معناتها الحكي انه فيكن تفترضوا او تتوقعوا انكن تلاقوا عندي قابلية التعلم الامانة والمبادرة الزاتية و كذلك الظهور باسلوب ودي الظهور بشكل ودي وعندي هون كمان تسيل شتريب يعني التصميم يعني التحمل القدرة على التحمل اذا كل هالشغلات فيكن تتوقعوا انه موجودة فيني تفترضوا انه موجودة عندي وبهذا الشكل بكون وضحت كل هاي المعاني بشكل كامل منكمل الجزء الاخير من الرسالة في عندي هون من كامل هون في عندي العمل او الى مقابلة التعريف بالنفس إذن بهيك منكون انتهينا من الرسالة بيضل في عندي هون وعندي هون كمان بضيف اسمي في نهاية الرسالة ممكن احد كمان يعني المستندات اذا بتحب انك تكتب شو في مستندات مرفقة لكن هدا الحكي في حال كنت عم تبعت الرسالة في البريد لما بكون عم تبعت اونلاين فما في داعي انك تضيف هذا الشي ممكن فقط تكتب كلمة انلاجن بس ما في داعي تضيف جنبه شي تاني لانه بقية الوسائق مثل او الشهادات كلهم رح ترفعون على شكل اونلاين هدا كان كل شي لدرس اليوم بتمنى اني اكون افتكن بهذا الموضوع بعرف اني الموضوع تقيل شوي لكن انا حاولت اني اعطيكن افضل شي وشي متكامل حتى لو كنت تكتب هيك بفيربونج فهذا شي ايضا ضمن مستواك فانا عب اعطيكن بضمير وباخلاص افضل شي ممكن وانتوا فيكن انكن تختصروا بعض الشغلات او تضيفوا بعض الشغلات من عنكن هذا الشي بيعود لالكن لكن اللي بيكتب هذا الموضوع بهذا الشكل بدون اخطاء متل ما انا كتبت ومتل ما انا ذكرت فانا بضمن له علامة ممتازة بالامتحان كان معكن الهان بوزان من قناة سواني المانية مع الهان تحياتي لكم جميعا بتمنى لكم التوفيق والنجاح وتحديدا بامتحان للشغايبن والى اللقاء في الحلقة القادمة